بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أيامكم سعيدة بولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام وحاول أن تشارك بأي شيء في يوم ولادتها وفي أيام ولادتها فمن يعمل مثقال ذرة لمولاتنا فاطمة عليها السلام خيرا يرى منها في حياته وفي أولاده وفي كل ما يحب ويتمنى بهذه الطريقة حذرت السيدة فاطمة عليها السلام وأخبرت تلك المرأة العلوية عن مكان مرضها في جسمها أين بعد إن عجز لطباء أن يعرفوا أين مرضها ودلتها السيدة فاطمة عليها السلام على الطبيبة المناسبة لعلاجها وفي نهاية القصة سوف نعلم لماذا سيدة الزهراء عليها السلام لم تشفي تلك العلوية فورا لماذا أرسلتها إلى تلك الطبيبة بالذات قال الحاج علي أكبر سروري كان لي خالة علوية متعبدة وكانت بركة لعائلتنا وكنا نلجأ إليها في الشدائد فترتفع المصائب عنها بدعائها الشريفة أصيبت خالة العلوية بوجع في القلب وراجعت عدة أطباء ولكن بدون فائدة ماذا فعلت خالتي؟ أقامت مجلسا نسائيا للتوسل بالذهراء بنت الرسول صلى الله عليه وآله وأطعمت من حضرنا المجلس وحرصت على قدوم النساء الفقيرات في حينا فأعطت هن خالتي طعاما يأخذنه معهن إلى بيوتهم وفي تلك الليلة رأت خالتي في منامها الصديقة الطاهرة الزهراء عليها السلام إنها أتت إلى بيتها فقالت لها خالتي منزلنا صغير وقديم ولم أقم بدعوتك يا مولاتي بالأمس لزيارتنا لأن ليس لدينا بيتا مناسبا لتحضري فيه فقالت لها السيدة فاطمة عليها السلام لقد أتيت وحضرت بنفسي وأدخلت السرور على قلبي عندما أطعمت تلك النسوة الفقيرات وأريد الآن أن أريك داءك أين في بدنك ودواءك من أين تحصلين عليه وضعت السيدة فاطمة عليها السلام يدها الشريفة بمحاذاة وجه خالتي وقالت لخالتي انظري إلى كفي فرأت خالتي نفسها داخل الكف المبارك لمولاتنا فاطمة عليها السلام ثم رأت رحمها وفيه جراحات كثيرة فقالت لها السيدة فاطمة عليها السلام أوجاعك من رحمك فراجع الطبيبة الفلانية لتشفي وفي الغد راجعت خالتي تلك الطبيبة بالذات وشخصت لها المرض وعالجتها بأحسن صورة وبعد مدة شفيت خالتي تماماً وذهب الوجع منها تماماً تقول خالتي طبعاً لا بد من الالتفات أنه كان من الممكن للسيدة فاطمة عليها السلام أن تشفيني بإذن الله في لحظة اللقاء دون أن أراجع الطبيبة ودون أن أستعمل الدواء ولكن السيدة زهراء عليها السلام جدتي أرادت أن تثمن جهود هذه الطبيبة المخلصة في عملها لأن معاشر الأطباء والطبيبات أيضاً في عين الزهراء عليها السلام وتقيم إخلاصهم ومدى مساعدتهم للفقراء من المرضى وفي قضاء حاجاتهم فأرادت السيدة فاطمة عليها السلام أن تجعل الناس يلتفتون لهذه الطبيبة المخلصة المساعدة للفقراء من الناس ويذهبون إليها لمعالجتهم هل عرفنا الطريقة الآن؟ الطريقة بأن تعقدي مجلساً للسيدة فاطمة عليها السلام وعلى قدر المستطاع أن تطعم فيه الطعام وخصوصاً النساء الفقيرات لا تبحث عن النساء اللواتي تحاول أن تكسبي دائماً ودهن وهم في حالة جيدة من المعيشة لديهم طعام لديهم مال لديهم إمكانية ابحثي عن الفقيرات ابحثي عن العوائل الفقيرة هذا ما يدخل السرور في قلب فاطمة عليها السلام وهذا ما يجعل حاجتك تنقضي قريباً على يديها سلام الله عليها برنامج صباحات ولا إياه أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام ترجمة نانسي قنقر